ونفعل ذلك حفاظ على أرواح أزدقائهم والمدنيين السلميين خلال الأعمال القتالية أظهر المحاربون بطولة جماعية وأريد أن أشيد بأعمال الألوية العاملة في مسار دونتسك وتحت قيادة قائد اللواء تمكن العسكريون الروس من اختراق الدفاعات المحصنة وقائد فصيلات الدبابات دمر خمسة دبابات معادية في سير المعاركة في الخمس والعشرين من فبراير بالقرب من بلدة تشورينكام وكان قائد فوج قد صادم وحدة فرعية من المتطرفين القوميين الأوكرانيين والنقيب الأفقين قد دمر كل العربات المصبحة بالإضافة إلى الدبابات ونفذ عملية قتالية مهمة بدون سقوط أي ضحايا بين صفوف كتبته أصدرت مرسوما رئاسيا لمنح هذا القائد لقب بطل روسيا وكان يحافظ على حياة مرؤسيه وبعد تلقيه إصابة خطيرة استمر في خوض القتال واستخدم قنبلة يدوية لقتل القوميين المتطرفين الذين طوقوه أنا رجل روسي وحين أرى أمثلة عن شباب جنديين مثل مجاماد وهو يمثل الشجاعة والبطولة وحين أرى غيره من العسكريين يقومون بالمثل أفتخر بالقول أنني روسي وأنني داكستاني وتطاري وملضوفي ويوجد أكثر من مئتين قوميات يسكن مواطنيها على الأراضي الروسية نحن شعب متعدد القوميات وشعب قوي ولن أتخلى عن قناعة بأن الروس والأوكرانيين شعب واحد بغض النظر عن أن جزء من الشعب الأوكراني تعرض للدعاية المضللة لأتباع بندرة الذين كانوا يحاربون إلى جانب القوات الهتلرية خلال الحرب العظمى وما يجري في تطورات فيما يحصل حاليا يدل على حقنا ويوجد مرتزق يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية ويستخدمون المدنيين كدروعين بشرية وينصبون المعدات والأسلحة الثقيلة في الأحياء السكنية في البلدات والمدن الكبيرة ويتصرفون بهذه الأساليب التي تستخدمها عصابات الإرهابيين وبدل أن من إخلاء هذه الأسلحة وهذه المعدات من حدينات الأطفال والمدارس ينصبون منافع إضافية في تلك المناطق وأخذوا متواطنين أجانب كرهة بمن فيهم طلب أجانب فعلى سبيل المثال في محطة ساقق الحديد في خرقف كان يوجد ثلاثة ألف طالب هندي بينهم خمسمائة وستة وسبعين في مدينة سومة والنازيون الجدد قد أطلقوا النار على طلب ألطينيين الذين حاولوا مغادرة مدينة خرقف وكرروا مئات الأجانب يحاولون مغادرة المناطق القطالية ولكن النازيين الجدد لا يصلحون لها بفعل ذلك ويستخدمهم كرهة أو يعرضون عليها مسارات مهددة بسير عمل القطالية القوات المسلحة الروسية قد سمحت بفتح ممارات الإنسانية في كافة الاتجاهات لكي يتمكن الرعاية من الذهاب إلى مناطق أمنة وكرروا مشدد أن نازيون الجدد لا يسمحون بالقيام بذلك وأكثر من ذلك يعرضون على المواطنين الأجانب أن يتجهوا إلى سلطاتهم لكي تتوجه هذه الأخيرة إلى وزارة الخارجية الأوكرانية وأسوأ من ذلك تصرفات النازيين الجدد وتعاملهم مع المواطنين الأوكرانيين الذين يستخدموا كدروع بشرية كما ذكرتم فعلى سبيل المثال في مدن الدنباس يوجد أشخاص يعيشون في مباني متعددة الطوابق ويجبر هؤلاء الأشخاص على نزول إلى طوابق المسطة وفي طوابق العليا ينصبون المدافع بالإضافة إلى الرشاشات فقط الفاشيون كانوا يتعاملون بهذه الوحشية مع المواطنين الأبرياء أكرروا الجنود والضباط الروس يسعون إلى الحلولة دون سقوط الضحايا بين المدنيين الأبرياء ولكن للأسف يسقطون ضحايا في هذه المعارك وواجبون تقديم الدعم لأسر أصدقائنا ورفاقنا الذين سقطوا دفاعا عن شعبنا ولجميع أسر العسكريين الذين سقطوا في سير المعارك دفاعا عن وطنهم سيتم تخصيص عشرة مالية بسبعة ملايين روبل وسيتخصص أيضا لهم مدفوعات شهرية فضلا عن ذلك سوف تخصص مبالغ إضافية للعسكريين الذين سقطوا وستكون هذه التعويضات بخمسة ملايين روبل وكل العسكريين الذين أصيبوا بجروح خلال الأعمال القتالية سيتلقون مبالغ مالية مقابل إصابتهم بالجروح وإذا كان العسكريون المتعاقدون أحيلوا إلى التقاعد بسبب الإصابة في المعارك فسوف يحصلون على مساعدة مالية بأكثر من 22 مليون روبل لقد خصصنا هذه المبالغ المالية المطلوبة لهؤلاء الجنوب وأعتقد أنه من المطلوب أيضا تخصيص مبالغ إضافية بمقدار 3 ملايين روبل لكل عسكري يشارك في الأعمال القتالية إذن أكرر في الوقت الحالي يدافع العسكريون عن موطننا ويعملون على القضاء على النزية الجديدة حتى لا تكون هناك أي روسيا مضادة وبدون أي تهديد من الدول المجاورة من خلال أسلحنا وبيننا يفتخر جنودنا بأسلحاتنا وسنتذكر دائما أصدقائنا ورفاقنا الذين سقطوا في المدن القتالية وسنقادم دعمنا لأسلهم أود أن نكرم كل الذين سقطوا خلال تنفيذ العمليات القتالية الخاصة في الدونبس كل هذه المت camelانات التهمية ترفقوا في دائما أو حال اليATH تحكم cultura كثيرا وزنaga تشكتசيا كل مضادة وزنلا نحن الس сообщ